بنيت بطوبي تجاري بعمري سوراً أصول به منفدي فبوحي بما شئتي والله إني لمثل الذي يعتريك البني وقولي سوصت لا تبخلي فقيراً أنا بجواكب تني حزنت لحسنك لما شكرت كأمي أنا من أساكي شكيت بكا كل شيء حيالي لما سمعتك حشرجت لما بكيت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناتي الصالحات إخوتي وأخواتي مرحباً بكم جميعاً في حلقة محلقة في أجواء خير أيام الدنيا وأعظمها مقصرة مهما قلنا فيها مع الله مع الله تطوف مع الحجيج بكل قلب ترفرف في حناياه الطيوف تلبي والجوانح بوح بنت يطير بلبها الأمل الشفيف فإن فات الرحيل فكل حرف بكعبة ربنا حباً يطوف مع الله رب السماوات والأرض مع الله رب العرش العظيم مع الله فالق الحب والنوى منفس الكربات مفرج الهموم مذهب الغموم مع الله في سبحات الفكر مع الله في لمحات البصر مع الله في مطمئن الكرى مع الله عند امتداد السهر مع الله والقلب في نشوة مع الله والنفس تشكو الضجر مع الله حبيب الطائعين وملاذ الهاربين وملجأ الملتجئين وأمان الخائفين يحب التوابين ويحب المتطهرين ليلة معطرة بذكر الله عز وجل تملأها فتياتنا بأجمل القرب وأعذب التراتيل فإلى الفقرة الأولى في غياهب النجوم المشوبة بلمعة السكون أبحرت بضيق أنفاس مخبأة بإثقان نسجت بروحها الماهرة أكذوبة السعادة كم من المسافات قد صنعت عندما ابتعدت عن ربها كثيرا هي علمت تماما بأن روحها عطشة للقاء ربها في سجدة أو خشوع يجعلها تذرف دمعه ولا زال يلفها ذاك الحنين وأنفاسها تضج شوقا بعد طول تخبط في طرقات الظلام الواجب على المؤمن الاستغفار والتوبة ولو أصره يجي أهل مسجد في أي مكان يتوبه الله في بيته في المسجد في الطريق في أي مكان عند الكعبة في مسجد الحرام في الطواف في السعي في أي مكان والواجب هو أن يبعي لنابعي لله والعزم الصادق ألا ترك الذنوب وله بلؤم بل الواجب عليها أن يستقر الله وأن يجتهد ولو كانت المعاصي موجودة الحاسب نفسه يجاهدها حتى يترك هذه المعاصي نادت بقلب صادق وخوف قد ملأها يا رب وشوقاه لك ربي فاح الاشتياق لمغفرة تنشلني من بحر الذنوب نبضات تضطرب دموع تحت ضنوها التوبات سيعود ذاك التكبير الذي يترنم صدى خشوعه في المسامعين اشتقت لصحائف طاهرة السكينة متأهبة للعفو أما آن وقت البياض لأطحر من تلك الدناسات هي لم ترمي عهدا متصلا بربها دوما لنمضي في ذاك الطريق الذي كثرت عنه حكاية ممتلئ هو بما يسمى بالسعادة والألم فيه متلاشا وإن كنت سأتلو لك عن الراحة فحديثي عن ذلك الطريق هو ما أقصد أتمة قلبك ستضاء من جديد ذاك الطريق أيها الأخت ومع الله ولله لتكن سكناه في قلبك يا حبيب بكى كل شيء حيالي لما سمعتك حشرجتي لما بكى حياكم الله بناتي في هذه الأيام المباركات ونعرف طبعا أن كل وحدة منكم تعرف أن هذه الأيام هي أفضل أيام العام على الإطلاق هذه الأيام فضلها الله سبحانه وتعالى حتى على أيام العشر الأواخر من رمضان في نهارها كما أن ليالي العشر الأواخر من رمضان تفضل ليالي هذه العشر على فضل هذه الليالي المباركات ولا شك أن في ليالي العشر الأواخر ما فضلها الله به وهي ليلة القدر كما أن في أيام هذه العشر الأوائل من ذا الحجة ما فضل الله بها هذه الأيام وهو يوم عرفة حتى إذا ما حجيت أنت تستطيعين أن تصل إلى قدر عظيم جدا من الأجر لو أنك يصمت كل يوم تعرفين من روى حديث صيام عشر ذي الحجة أو تسع ذي الحجة لقبل العيد هي حفصة رضي الله تعالى عنها امرأة هي التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن هناك أمور لا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت منها ثلاث أيام في كل شهر وصلاة الضحى وكذلك تسع ذي الحجة أو عشر ذي الحجة هي تطلق إطلاق عام لكن يوم العيد كما نعلم ليس يوم صيام يعني أيام عظيمة جدا ويمكن للإنسان إذا لم يحج أن يشارك الحجاج في أمر كثير من الخير الحجاج يذكرون الله سبحانه وتعالى في كل مشعر من المشاعر وأنت تستطيعين أن تذكر الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظات عمرك ولتعلم أن الإنسان قد يأتي يوم القيامة وعليه جبال من السيئات نسأل الله يعافينا من ذلك فيأتي ذكر الله سبحانه وتعالى ويزيل هذه الجبال أي أنها أيام ذكر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وإذا كنا قد عنونا الليلة بأنها مع الله فليس هناك شيء يجعلك دائما مع الله مثل ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كل ذكر الله عز وجل كذلك خفيف على اللسان لكنه ثقيل جدا في الميزان ولنعلم أن لا إله إلا الله لو ضعت في بطاقة فإنها تعدل السماوات والأرض فمعنى ذلك أن ذكر الله سبحانه وتعالى عبادة ممكنة في أي لحظة من اللحظات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي أن الإنسان في أي لحظة من لحظات الحياة ما أي لحظة من لحظات يقظته يستطيع أن يذكر الله بل إن من يلهم الذكر يكاد يذكر الله حتى وهو نائم معنى الاتصال أبو يوسف من جدة تفضل يا أبو يوسف سلام عليكم أبو يوسف سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل أبو يوسف أقول لك أنا بحج يوم سبعة نعم نعم أنت متمتع مع أني أشير إلى أن البرنامج هذا ليس برنامج فتوى لكن إذا قمت بذلك بنية التمتع يعني أن تحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فتقوم بأداء العمران اللي هي الطواف والسعي والتقصير والحق والتقصير بعد ركن الإحرام طبعا ثم بعد ذلك يعني تحل إحرامك وفي يوم ثمانية تلبس الإحرام من جديد لتلبي بالحج وتهدي بعد ذلك هذا هو التمتع شكرا لك ميسون من جدة سلام عليكم أيها ميسون سلام عليكم ميسون سلام عليكم سلام عليكم تفضل يا ميسون أولا أشكركم على البرنامج رائع شكرا جزيلا لك وسأل الله يجبكم خير الجزاء آمين يا رب الفريق العمل وفريق القائمين على رقبات جزاء شاء الله خير الله يشمل الجميع بفضله وساعتي شكره إن شاء الله صراحة مضوطة رائع جدا لكن عندي كلمة بسيطة أي تفضلي لكن معناها يعني إن شاء الله بيكون له أثر إن شاء الله أقول من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد نعم ألو نعم معك أتمنى أن أستخدمكم أيها إن شاء الله يكلمونش بإذن الله شكرا ميسون صدقتي غالية من الأحساء السلام عليكم يا غالية السلام عليكم يا غالية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلين دفعا أيها تفضلي بنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام دكتوري العزيز دكتوري العزيز ويرجو رحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وكذبه وهداية للعاصين وأتمنى من أخوات الكريمات أن يستغلوا هذه الأيام الفضيلة التي تعتبر كنزا للإنسان بقيام الليل والصدقة وتلاوة القرآن وتغصيص على الأقل ثلاث أجزاء يوميا من قراءة القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لغالية ما شاء الله أيضا وصالية غالية جدا أنا أعتبرها وصالي شخصيا قبل أن أقولها لجميع بناتي فرصة ثمية جدا لنجدد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام ونعترف تقصيرنا في قيام الليل وفي صيام النهار والحمد لله تفضل الله علينا أن هذه الأيام أيام إجازة أيضا في الملكة العربية السعودية فليستطيع الإنسان ينام جزء من النهار بعد أن يصلي صلاة الفجر ويجلس إلا استطاع حتى طلوع الشمس يصلي ركعتين يستطيعنا من الظهر ثم يتقوى بهذا النوم على صيام النهار ويتقوى به كذلك على قيام الليل فإذا صلى العشاء وأدى سنة العشاء ما يصليه بعده هو قيام للليل لا شك أن أفضل طبعا القيام في الليل يكون في آخر الليل أي قبل أذان الفجر نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك الحقيقة أشير إلى أن فرصة ثمينة أن نتعلم من هذه المواسم كيف نجدد هذه العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى فلو رأينا كيف المواسم تتكرر يجي رمضان وبعدما يجي رمضان يجينا الحج وبعدين كل جمعة تعتبر بالنسبة للموسم لأنه يعتبر عيد الأسبوع ونذهب إلى المسجد نحن الرجال ونصلي ونسمع الخطبة ويعود الرجال في أثوابهم الجديدة والجميلة إلى أهلهم لينشروا عبق هذه الجمعة في بيوتهم يعني مهم جدا أن نعرف أن هناك مواسم للخير يجب أن نستفيد منها وإذا فاتم الإنسان موسم فعليه أن يستغل الموسم الآخر مباشرة ألم يجعل الله عز وجل كما ذكر الشيخ علي الطنطاء ورحمه الله مشيرا إلى ما ذكره الله في كتابه أن الله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا معنى ذلك خلفة أن لو فاتك موسم النهار فعليك بموسم الليل وإن فاتك موسم الليل فعليك بموسم النهار ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع إذا فاته شيئا من ورده في الليل قضاه في النهار وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يفوت شيئا يمكن أن يستثمره وأن يتداركه إذا فات منه كذلك من الأشياء المهمة هنا هو كيف أقتبس بعض الأشياء في هذه الفترة الجميلة وفي هذه الفترة العبقة بذكر الله سبحانه وتعالى وبالأجواء الروحية التي نعيشها كيف أستطيع أن أنتقل منها إلى أن تبقى لي بإذن الله عز وجل حتى بعد انقضاء هذا الموسم أي أنني أبدأ الآن في قيام الليل ثم أعتاده بعد ذلك أبدأ الآن بصيام هذه الأيام ثم أعتاد أن أصوم ثلاثة أيام بعد ذلك أن أبدأ الآن بصلاة الضحى وهي الرابعة من الأشياء ذكرتها حفصة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها أبدا أقول هذا الشيء اللي هو صلاة الضحى ممكن أبدأها الآن إذا لم أكنت أحافظ عليها سابقا وأستمر عليها أيضا في المستقبل الآن ننتقل معكم إلى مداخلة مهمة جدا مع الأستاذة مريم الشائع الأستاذة مريم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله الأستاذة مريم نود الحقيقة أن نتعرف على هذه الحملة التي تقومون بها من أجل بناتنا في خلال هذه الفترة الطيبة والأستاذة مريم هي رئيسة قسم الإشراف البرامجي والإرشادي بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض حياكم والله أستاذة مريم تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير نبينا والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلى الله عليه وسلم جاية أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم في هذه العشر وأن يعيننا فيها على الطاعات وأن يتقبل منا ومنكم كما أشكر فريق برنامج بوح بنات على استضافته لقسم الإشراف البرامجي والإرشادي ضمن فقرات برنامجه المباك شكرا لك بداية أن قسم الإشراف البرامجي والإرشادي هو أحد أقسام القسم النسائي في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض نعم أنشئ هذا القسم في هذا العام ويهدف هذا القسم إلى عدة أحداث منها السعي إلى وجودة العمل في البرامج وتحسين العملية التربوية والتعليمية في مدارس التحفيظ النسائية وكذلك توحيد الجهود في المدارس النسائية يبنسعى أن تكون جميع الجهود تسير على طريق واحد في جميع مدارس القرآن في منطقة الرياض كما أنه من أهدافه جذب الفتيات لمدارس تحفيظ القرآن الكريم من خلال ابتكار أساليب جديدة في تطبيق البرامج بما يتناسب مع مستطلبات العصر مساعدة الطالبات على فهم ذواتهم وعرفة قدراتهم والعناية بالموهوبات وغيرها من الأهداف التي تخص البرنامج ما شاء الله الله يوفقكم يا أختي مريم والحقيقة طبعا الآن العرض الذي معروض على الشاشة هو القسم النسائي بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض هذا والله أخبار تسر يا أستاذ مريم ونحن نتوقع إن شاء الله دائما من الجهات الخيرية أن ترتقي إلى مستوى الجودة فعلا وتطبقها بل أنا أتوقع أنها تنجح فيها أكثر من أي قطاع آخر لأن الدافعية في العمل الخيري حتى على مستوى العالم بالمناسبة أقوى بكثير من أي دافعية أخرى نظر الإنسان الذي يعمل سواء كان رجلا أو امرأة في إطار العمل الخيري جاء بدافع ذاتي وبحرص شديد جدا على أن يكسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى قبل أي شيء آخر ولذلك تجدينه يحقق نجاحا أكبر لكن أستاذ مريم قبل أن ندخل في دائرة موضوعنا للوصول إلى الجودة سواء كان في الجانب التعليمي أو في الجانب المهاري والنشاطات هل وضعت دراسات محددة أو استعنتم بجهات يمكن أن تمدكم بجداول أو دراسات نعم طبعا اعتمدنا على عدة جهات من أهمها اللي هي برامج الإشراف أو أقسام الإشراف النشاط في المدارس اللي هي تابعة لوزارة التعليم أيوة جميل تربية والتعليم يعني للسلساخ التجربة من هناك نعم وأيضا من المدارس التي يطبق أو التجارب التي يطبقت سابقا في مدارس التحفيظ يعني مدارس التحفيظ لها السبق حقيقة في تطبيق البرامج والفعاليات وغيرها فكان يعني اعتمدنا كثيرا على ما قدمت سابقا من مرامج ما قدمت من دراسات نشلال هذه المدارس أحسنتي في قضية في تطبيق الجودة هناك من يقول أن أوراقها أكثر من حقيقتها كيف يمكن أن تخرجوا من هذا الإطار البيروقراطي الذي لا فائدة من يعني أنا أتوقع نعم نعم اتوقع أن كل مكانة الخطط تلامس الواقع وتنزل إلى حقيقة الواقع ليس فقط أوراق مكتوبة أو مثاليات مكتوبة لا بد أن تؤتي فيما رأها أي خطة تضعها تلامس الواقع الذي أنت تريد أن تغيره وتسعى إلى أن فعلا تعالج ما يعاني منه الساحة فأنت ستصل إلى هدفك مهما كانت أوراقك قليلة أو كثيرة كما يقع أحسنتي طيب سامريم ننتقل الآن إلى مشروعكم الخاص بهذه الأيام المباركة أظن سمته تعظيم الله عز وجل طبعا هذه خطة القسم خلال الفصل الدراسي الأول نعم ممكن نتعرف على الخطة بشكل عام ولو ملامح سريعة نعم خطة الفصل طبعا القسم اتخذ سياسة أنه ينزل كل فصل دراسي موضوع خاص هذا الموضوع يطبق في كل مدارس حفيظ في الرياض طبعا يعطى فيها القاعدة الأساسية وكل مدرسة تطبقه حسب ما ترى لكن القاعدة الأساسية والموضوع الأساسي يطبق في كل مدارس الرياض موضوع أن هذا الخصل الدراسي هو في تعظيم الله سبحانه وتعالى حق الله سبحانه وتعالى نكمل في الحصل الثاني يكمل بعده تعظيم النبياء وحق النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هي ملامح هذا المشروع الآن الذي يقام كم اشتركت فيه من مدرسة ما هي الوسائط والآليات لتنفيذه طبعا تقريبا نشترك فيه أكثر من ثلاثمائة مدرسة في الرياض كل مدارس تحفيظ النسائية في الرياض تخضع لهذا البرنامج وضعت له بعض العناصر حتى يعني يسهل تطبيقه في المدارس اللي هي طبعا موجودة في الخطة لو أنها عريضات الآن أمامنا ممكنها موجودة للعناصر مكتوبة يعني جزء الموضوع إلى عناصر حسب الأسابيع يعني العرض الذي أمامنا يشرح هذا البرنامج نعم 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 تفضلي ثم بعد ذلك وضعت اقتراحات لتنفيذ هذه الخطة حسب ما يتناسب مع وضع مدارس النسائية عن طريق مسابقات عن طريق محاضرات عن طريق اجتماع لمقابل صوتية عن طريق عروب مرئية وكلها تصب في قالب واحد وخوة تعظيم الناس هناك مواقع محددة على الانترنت من يريد أن يتعرف على البرنامج أكثر أو بناتنا في الرياض أو غيرهم بدون يستفيدون كيف يستطيعون التواصل عن طريق منتدى الجمعية جمعية تحفيظ الضوء الكريم بالرياض وأيضا عن طريق رابط برنامج الإشراف البرنامجي والإرشادي وحب ذا لو أنه يخرج على الشاشة اللي هو الرابط ممكن التواصل معنا من خلاله إن شاء الله الكنترون يطلعون الرابط أستاذ مريم ماذا كيف يعني ممكن أن تشيري إلى إذا فيه مسابقات ودكش البنات أنهم يشاركون فيها فيه مسابقات محددة طبعا عندنا مسابقة غرس أحب أن نتعرضونها الآن أيوة من المسابقات اللي أقيمت على مستوى مدارس الرياض مسابقة اسميناها غرس أحببنا أن يكون اسمها غرس نغرس فيه القيم والمبادئ والإيمانيات في قلوب النشط الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذا الشيء آمين يا رب مسابقة غرس لهذا الفصل هي عبارة عن جزئين خاصة في الطالبات الجزء الأول أو العبارة عن فرعين أفوا فرع يتحدث فرع عبارة عن أفضل موعظة كتابة أفضل موعظة وإلقائها طبعا في تعظيم الله سبحانه وتعالى والفرع الثاني عمل أفضل منتاج في تعظيم الله سبحانه وتعالى هذا تاريخ متى آخر تاريخ بالنسبة للمنتاج هذا المنتاج المدارس يتم تسليمها بين الحي القيوم بعد العيد إن شاء الله تعالى وإن شاء الله لعلنا نتواصل معكم ونرسلكم بعض المنتاجات الفائز إن شاء الله تعرضونها بإذن الله عز وجل الآن مسابقة غرس على الشاشة وضيعت شكرا جزيلا لك سيد مريم تريد أن تضيفين شيء قبل نهاية اللقاء؟ فقط أحب أن أنبه حبيباتي وبناتي إلى أن هذه الأياب العظيمة يظهر فيها مدى تعظيم العبد لله سبحانه وتعالى فإذا كان العبد يحب ربه ويؤظم ربه يظهر منه من العبادات ما يدل على هذا العمل وأنا أقول يا حبيباتي يا غالياتي أشغلتنا الآن هذه الأجهزة وهذه الانفتاح الإعلامي حقيقة أشغلتنا وأشغلت قلوبنا عن الطاعات فحب ذا لو أنها استغلت في ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ما يمنع أنك تشغلين لك محاضرة في فضل العشر محاضرة في شيء يقربك لله سبحانه وتعالى لكن لأن استغلها في طاعات الله سبحانه وتعالى وستغل سبحانه وتعالى أن يعينا وإياكم على طاعاته وأن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يتقبل منا ومنكم فالح العمل شكرا جزيلا للأسادة مريم الشاي وعن صلى الله عز وجل وقويكم ووفقكم لعمل الخيرات وهنيئا لكم هذا التجاوب الرائع جدا أيضا من جميع الأخوات في مدار استحفيظ القرآن الكريم تسمحين لأن أقول الجوال ينتهي في 96 يفيدكم هذا؟ نعم يفيدكم أذكر الجوال الذي بين يدي ينتهي في 96 ولما يفيدكم؟ أيها طيب إذن يكفي ما خرج على الشاشة من أجل أن تتصل بكم البنات ليستفيدنا إن شاء الله من هذا البرنامج شكرا لك والسلام عليكم الآن ننتقل إلى فقرة جديدة وهي بصمة بنات بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا أصول به من فدي بصمة بنات عندنا اليوم مجموعة من التصميمات الخاصة بعنوان الحلقة مع الله نشوفها في البداية ثم ننتقل بعد ذلك نستمع أو لنرى تلك النموذج الجيد أيضا لبصمتنا هذا اليوم ارتحال الماضي أيضا تمطرنا بعدد متميز من هذا المحمد يقول أنها المرة هذه رجعنا إلى المربع الأول فدخل كل التصميمات التي أتت إليه لأن عدد من البنات يعني كانهم زعلنا من أن نحن انتقينا وكان الهدف أن نتيح فرصة أكبر للأجود شكرا للمتحال الماضي نحن اقترحنا عليها من قبل تقلل الكلمات وفعلا صانعت ومشاء الله إذن تنوع بين التصميمات والصور الحقيقية متوقعين جدا اليوم أن الكعبة كعنصر فني سوف يكون حاضرا بشكل قوي جدا في لوحات الليلة هذه أنفاس الدعوة كذلك تستغل أو تستوظف هذا العنصر الجميل مع الله تطيب الحياة يا خواطر متابعة ونفس الشيء كما ذكرنا عش مع ربك بين الخوف والرجاء اللهم لا تحرمنا حج بيتك صلى الله عليه وسلم يسر الحج لكل بنت يمتلئ قلبها بالإيمان بالله عز وجل زهور الريف كذلك وزينب باعباد ألا بذكر الله تطمئنه القلوب هذه أختمتنا في السغايتي أن أترك أثرا والله اسم جميل جدا وهذه أنت تتركين الآن آثار طيبة هدوء المطر يبدأي صفحة جديدة وبدور ناصر أيضا صورة فوتوغرافية سارة الأحمد وأنا ودي أشكر سارة على أيضا في كل مرة تنزل لنا عنوان الحلقة في الإنترنت ويعني نقوم بعمل رتويت لا ليصل إلى الناس لمسات كذلك ومشاعر حساسة كن مع الله يكون الله معك وأفنان العياف كذلك أفنان قدمت لنا شيء آخر شيء ما شوقي أكثر من لوحة ويعني حتى حضور الحج لأن نحن في أشهر الحج أكيد سيكون واضحا هذه الليلة ومتوقعته مع أن نحن حطينا مع الله بشكل عام لأن نحن لسنا أصحاب فقط عبادات مرتبطة ارتباط واحد بموسم فإذا انتهى الموسم انتهى ارتباطنا بالله لا هي المواسم الحقيقة تعطينا فرصة ثمينة جدا أن نرتبط بربنا أكثر وأن نتواصل مع ربنا سبحانه وتعالى أكثر سمية البكري هي التي ستكون إن شاء الله هذه الليلة بصمة هذه الليلة سمية بنت عبدالله بن إبراهيم البكيري سلام عليكم سمية وعليكم السلام وحفظ الله حياكم الله سمية تعرفين بنفسك تعريف سريع ممكن ممكن اسمي سمية عبدالله بن كيري بن 17 سنة في الصفة الثانية تنوي هذا التالي ببسيط فيه أحسنتي في أي المواهب يا سمية شفتيها مبكرا يعني اكتشفتي موهبة مبكرة جدا وهي اللي كانت بداية لإكتشاف مواهب أخرى حقيقة موهبتي كتابة وأرى فيها متعة المحقيقة أجمل ما أرى فيها الكتابة يا سلام الكتابة في أي مجال مقالة قصة رواية أكتبوا قصص خواطر وما شابه من الذي كان وراء هذه الموهبة؟ حقيقة هو من المدرسة صراحة في حصص التعبير اكتشفت نفسي كاتبة للقصص وفي الصفة الأول الثانوي عند قراري لكتابة اشترك في المسابقة لم يكن قرار إلا لكتابة الخواطر فقرأت تجربة فأصبح لي موهبة كتابة الخواطر كمانك طيب لو قلنا يعني واحدة سمعت سمية وشافت وقرأت بعض ما كتبت وشارسة أقرأ شيئا مما كتبتي ودها تصير مثلك أنت ما شارحين 17 سنة وبديتي الكتابة أنا أتوقع إن شاء الله إذا استمريتي في سقل هذه الموهبة أن تكوني أفضل بكثير إن شاء الله في المستقبل ما هي الخطوات التي اتخذتيها بعد اكتشاف الموهبة لتكوني أفضل يعني لتسقلي هذه الموهبة باستمرار حقيقة أولا أنصحك التجربة حقيقة يعني أول ما كنت أكتب القصص ما كنت أفكر أبدا بأنني أجد بخواطر ما كنت أتوقع فبدأت التجربة فأصحي أن تجربة لأنها تدكي أنها تكتب كل شيء وأيضا أنصحها بأنها تعبر عن ذاتها أكثر أكثر الأوقات كل ما ترى موقفا تعبر عنه وأيضا تتوكل على الله وبإذن الله هي جميل يعني يبدو أنك شاركت سمية في مسابقة الأمير نايف رحمه الله يعني ممكن تعرفي أنها شوي بها المسابقة في أي مجال ولماذا شاركت فيها هي حقيقة مسابقة للأحاديث النبوية لكل مستوى عدد من الأحاديث وأنا شاركت مستوى الثالث مستوى الثانوي 500 حديث ما شاء الله حقيقة أنا شاركت فيها أولا لرغبتي قديمة مثل هذه النشاطات وأعجبني حقيقة أن أحضر أحاديث مع ختمي للقرآن ما شاء الله فأعجبني جدا يعني وبتشتيع من صديقاتي ومعلمتي ما شاء الله حفظت القرآن متى يا سمية؟ ختمت تحفيظ يعني ثابت متوسط أنا أعد ختمها إن شاء الله إن شاء الله أسأل الله يثبت في قلبك وأن يكون له أثر في حياتك الآن لو سألنا يعني هل حصلت سمية على جوائز تشجيعية؟ حقيقة حصلت بجل موهبتي اشتركت في المسابقة للشراك فيها حقيقة كتجربة جميلة جدا عجبتني فعطتني حصلت على جائزة تهني أليب تلك الموهبة ونعت إعجابي حقيقة وحماسي جدا الحمد لله تستهلين أكثر اللي يحفظ القرآن ويحفظ السنة يستهل كل شيء إحدى زميلات الشيء اليوم قالت من وجد الله ماذا فقد ومن فقد الله ماذا وجد فأنا أقول من الذي يحفظ القرآن الكريم يحفظ السنة ماذا بقي ومن لم يحفظ ماذا حفظ يعني حتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا أنا أحفظ شعرا كثيرا وأنصح بحفظ الشعر لا يقصد في هذا الحديث يعني أن لا يحفظ الإنسان الشعر لكن مقصود أن لا يغلب عليه كما قال شيخ الإسلام من تيمية وأن لا يكون همه بل ذكر شيخ الإسلام أمرا عجيبا أن الإنسان التفت إلى غير القرآن خاصة الشعر وحده وأغرق فيه فربما يلهيه عن كتاب الله عز وجل ويجد لذته فيه فيحرم من لذة حفظ القرآن الكريم أو التمتع بما فيه من تدبر وما فيه من عظمة فهنيئا لك الحقيقة ونهني وارديك أيضا بحفظ كتاب الله عز وجل أكيد يعني أنت ودك تقولين شيء للبنات بعد أن حفظت الأحديث يعني يمكن واحدة الآن تسمع تقول ولا خمسمائة حديث هذا كثير تستطيع الواحدة تحفظ هذا العدد وإذا تقولين تجربتك يعني حقيقة أول تجربتي كان هو أصلا رغبتي أولا فسأشتك يعني مئة وخمسين حديث ما كنت أفكر بأنني شأشت خمسمائة حديث أبدا لكن معلمة لي فاطمة الاحترابي الله ينسى الخير وأبطع أن أقول إنها روح تنبض بالجمال أينما كانت حقيقة هي التي حمستني هذا الشيء فبدأت بالإجازة نظمت وقتي وحدثت حديث كي لا أتهاون حقيقة أول في بداية لم أجد لذة أبدا وكانت كهم لي لكن هناك طريق للحفظ و تتلذى و أنث وسعادة و كل شيء أنا أجد ما شاء الله يا سمية الله يوفقك يا رب ونحن نشكر الأستاذة فاطمة أيضا العتيبي على تشجيعها أنا أشكرها ليس فقط لنفسها هي و تستحق ذلك و لكن أقول لكل معلمة أترك يا أثرا كل المعلمات يا معلمات هذا الوقت يمر عليكم ممكن تصنعون مثل سمية ممكن بالكلمة الطيبة و بالتشجيع ممكن تصنعونها و ممكن العكس ممكن واحدة تقول لحق واحدة تجي واحدة تقول لها أنا ودي أشترك في مسابقة الأمير نايف في حفظ السنة كم حديث خمسمية كثير هذا بيضيعك هذا بيخليك يعني المسابقة بتلهيك يعني دراستك يمكن يمكن أن تكون وحدة ضعيفة الهمة و تقول مثل ذلك و تأتي وحدة رفيعة الهمة مثل أستاذ فاطمة و تستطيع أن تصنع لنا مثل سمية شكرا عموما سمية أنت ما شاء الله معون علم كما يوقع و فيك الخير الكثير أعدي نفسك لتكون داعية في المستقبل قادرة على التأثير إن شاء الله في أوسع نطاق لك الآن في علد ما شاء الله من داعياتنا سواء داخل بلادنا هنا في السعودية أو فقية بلاد العربية كيف الله عز وجل نفع بهن و أصبحنا ما شاء الله منارات عطاء ليس فقط في الجامعة التي تدرس فيها و المدرسة التي تدرس فيها و إنما أصبحت منارة عطاء في كل مكان أنا أتوقع لك ذلك نحن نريد بس منك يا سمية تقرأي لنا جزءا من أي شيء تختارين مما كتبتي يعني ثلاثة أسطور أو أربعة أسطور عندنا اتصالات انتظرنا نتفضل إن شاء الله هذه أحرف نفستها عند ختمي لمنهج حفظ الأحاديث النبوية هذه الإجازة و التنظيمة النهاية أتغنى أحا بابتسامة ذلك كانت البداية كمثقلة تحمل هما بيديها فاودتني هوادة الانسحاب لكن بعزيمة خدت خيض ذلك البداية وبعد الحين والشين الهم ذاك هو متعة الآن أسر السعادة وكل أنتي بين حناياها أنقش روعة ما أردت به وأترنم بجمال الروعة ما شئت أتعمق في تفاصيل العبارات هي روعة المتعة لدي ويوم بيوم أترنم وأردت المتعادة إلى حيث منتهى تلك البداية نهاية بدات تراني بالطوية طبعا هي سعادتي ولن أتخلى هي معي أحاديثي وصحبتها كم أنا لها من العاشقين أهواك أنا بعنق أحاديثي وفرحة الحتم لنا تراني بالمصطفى بمسابقة الأميذناي صلى الله عليه وسلم تمسم لي ملان حباسنا بسعادة بالغة نحسنتي ما شاء الله تبارك الله أوفقك الله وأنا نصحك كمختص في الأدب أن تقرأي كثيرا في كتب الأدب بشتى ألوانها وأنواعها ما دمت حفظت القرآن والسنة لا تخافي اقرأي بتوسع وستكون الأفضل إن شاء الله في المستقبل أيضا مع أن هذا المستوى الحقيقي مستوى طيب جدا شكرا لك ونسمع الآن بعض الصلاة بناتنا السلام عليكم حليمة الله أكبر الله أيها حليمة حليمة من أبها السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا حليمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر مع الله كل الضرب تجلب المتاعب إلا درب واحد هو درب رب العالمين وحده يجلب السعادة سبحانه زل في علاه ما خاب من دعاه ورجاه مع الله ليس في حال الشدة فقط بل حتى في حال الرخاء والنعيم والسعادة مع الله في مواسم الخير وفي غيرها مع الله في كل حال فليس يعلنا رب السواه الله سبحانه لا يرد داعيا ضف عيده ليطلبه فإما أن يجيب له دعاه وإما أن ينجيه من كرب أو مصيبة كادة أن تقع له أو أن يزقه رفقا طالما تمناه كوني مع الله ليكون الله معك لا تقلبي غير الله في كل حاداتك الدينية أو الدينيوية أيضا تقلبي مع الله وبالله وسيسر لك أمورك وسيزور لهمك بإذن الله أحسنتي حليم ما شاء الله أسماء الكتاب خالد وجميع طاقة نظرنا مجبوح بنات جميع المتابعات المتابعين أدعى لصديقتي الغالية في تويتر كماء زرقاء فهي مريضة بعد حادث أصابها عاصر هذا اليوم أسأل الله الواحد الأحد أفضل صمد أدعى أسماءي وحسنة وصفاتي من العلا أمين فيها وفي جميع مظانة ومظانة السمين آمين شكرا شكرا جزيلك يا حليمة معنا أيضا لينا من الرياض السلام عليكم لينا السلام عليكم السلام عليكم حياكم لينا تفضلي لا سنتعادة أقول هداء بسيطة لأمي مناسبة الحج كيف أعادة أقول هداء بسيطة لأمي أي تفضلي تدعتك يا ماما لقيت يوم حناني اسمك في وشلون ضمت يدينك يا بعد راسي يا يمة دخيلك لا تخليني محتاج قلبك وحظانك يا بعد ناسي محتاج عطفك دخيلك لا تدخيل الله ضميني لا تتركيني للدنيا قلبها قاسي يلقالي بشرف جيتك لا ترديني لدييتك وخطوات رجل تصبر تنفاتي محتاج لك حيل وحتاجك تتلميني من قسوة الوقت ومن تعذي بحر قاسي بديتك يا ماما أحسنتي الوالدة حاجة يعني الوالدة تحج إن شاء الله السنة إن شاء الله الله يوفقها يا رب جميع جدا هذه المشاعر تجاه الأم وحناني أمك أيضا معناها علاقتها بك ممتازة جدا ولذلك تشعلي أنت بهذه المشاعر وهذا الموذج جيد شيماء من الشرقية سلام عليكم شيماء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ أقول أقول لكم خاطئم عن موضوع حلقة اليوم من مؤلفتي إبداعي نسجته من خاطري وكانت أول مؤلفتي هو عن الله عز وجل وأقول فيها الله هو الرب سبحانه وما من إله إلا الله جل فيه اليائه سبحانه 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 من السماء إلى الأرض سبحانه وتعالى عما يسكون أحسن 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 من حبه جل جلاله ولكن لا ينقصنا إلا أن نكون مع الله في السبي والأمن وفي الرخاء وفي الشدة وفي كل وقت لا فلولتان لا من ذكره ليكن معنا وأختي ما أقول كن مع الله في الرهاء يكن معك في الشدة وإن التعبير لا يقولنا ونحن نتكلم عن الله سبحانه فماذا عسانا أن نقول واذكر الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم حيات الله يا شموخ الجمال ما شاء الله الحقيقة أيضا مشاركة رائعة جدا ومع الله كذلك في هذا الفيديو لشذا العلواني فيديو مع الله شذا العلواني جاهز يالله تفضل بكى كل شيء في أهل لي لما سمعتك حشرجتي لما بكى اشتركوا في القناة يا الله 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 بنيتوا بطوبي تجاري بعمري سورا أصول به من فهي في كل مركز دعوي أو خيري أو يتحفظ القرآن الكريم أو أسري أو اجتماعي من المهم جدا الحقيقة وجد أقسام نسائية نحن نؤمن بأن المرأة نصف المجتمع وهي تربي نصف الآخر يعني المرأة أخذت المجتمع كله ولذلك لا بد من أن نعطيها حقها الكامل والكافي في إقامة المشروعات الخاصة بها والمجتمع الذي لا يتوجه إلا إلى الجنس الذكوري فقط ومجتمع ناقص مجتمع يعرج لا يسير بطريقة صحيحة ولذلك لا بد من الاهتمام بالجانب الآخر بقوة واهتمام وأظن نحن الآن في الحلقة السابعة والأربعين من هذا البرنامج ونحن نقدم في كل حلقة مشروعا معنى ذلك أن عندنا عشرات المشروعات النسائية والتي أثبتت نجاحها بقوة نرحل إلى هناك إلى الشرقية إلى الأحساء حيث مركز المركز التعاوني للدعوة والإرشاد ودعوة الجاليات هذا المركز العريق جدا والذي كان له والله الحمد ولا يزال أثر عظيم جدا في إنتاج غير طبيعي غير عادي مذهل الحقيقة نحن اليوم نطل على القسم النسائي لنعرف ماذا في داخله ومعنا الأستاذ ندى عبدالقادر فهد العبدالقادر سلام عليكم أستاذ ندى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحياكم الله ودت تعطينا تعريف متى تأسس المكتب ومتى بتفتحه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشكر الدكتور خالد على هذا البرنامج أكثر من ضائع لما حاذ عليه من حل مشكلات كثير من الفتيات فالمكتب الدعوة والإرشاد تم افتتاحه في عام 1410 كان افتتاح خاص بقسم النساء قسم الرجال فقط بنجاح المكتب التعاوني في الدعوة والإرشاد قام أعضاه المكتب بفتح قسم خاص بالنساء بسبب كثرة العاملات في المنازل وكثرة استقدام منهم غير مسلمات وكان ذاك عام 1418 بعد ثمان سنوات تقريبا بعد ثمان سنوات حسنت وهذا شيء جيد بالمناسبة أنا ودي أشير للنقطة هذه بعض الجهات الخيرية تتعجل وتفتح القسم النسائي مع القسم الرجالي حقيقة بالتجربة ثبت أن الانتظار ولو شهور حتى يترسخ أقدام هذه المؤسسة يمكن فتح القسم النسائي كل هذا من أجل أن يبدأ القسم النسائي على أرض صلبة بعد أن تكون تأسست المؤسسة وأصبح فيها طاقم كامل إداري وكل شيء يعني يحتاج إلى ثم يأتي القسم النسائي وينجح بإذن الله عز وجل الآن القسم النسائي ما هي أنشطته؟ ما الأشطة اللي يقدمها؟ لدينا إحصائية في الأنشطة تقوم بها الدعوات الجاليات متنوعة منها الدروس والمحاضرات والدعوة لقير المسلمين في توعية سهم وتعليمهم أصول الإسلام وبرامج ترفيئية ورحلات دعوية توزيع الكتب والمطويات بلقات مختلفة طيب ما ذري على ذلك المسلمات كم اللي ألازمنا عليهم بالهداية من خلالكم؟ عدد المسلمين حتى نهاية شهر ذو القعدة 1433 كان 3595 امرأة من أكثر من 10 جنسيات ما شاء الله أكثر من 3000 امرأة ما شاء الله تبارك الله يعني هذا العدد الآن دائما تساءل أكيد طبعا بعض هؤلاء النساء ذهبنا رجعنا إلى ديارهن لكن الموجودات اللي يتواصلون معكم بعد الإسلام عددهم كبير؟ كثير منهم لازالوا يترددون عن طريق الاتصالات أو الإيميلات عن طريق المكتب في تواصل بإرسال كتيبات أو أشرطة حتى تعينهم في نشر الإسلام في بلادهم يعني في تواصل مع الأخوات هذول حتى إذا عدنا إلى بلادهن؟ حتى إذا عدنا لدينا تواصل عن طريق الإيميل عن طريق الاتصالات الهاتفية عن طريق قسمنا قسم النسائي وإرسال لهم الكتيبات الدعوية والمشورات لو قلنا أستاذة يعني هكذا يعني يلد في ذهني أن لو وحدة عندها يعني وحدة من الخادمات غير بسمة و أنا كثيرا ما أقول أن عيب علينا وإن أراجع الكلمة أرجد نفسي أرجع لها مرة ثانية أقول عيب علينا أن تأتي امرأة غير مسلمة وتدخل بيوتنا وتبقى في بيوتنا حتى تعود لم ندعوها إلى الله عز وجل الهداية بيد الله سبحانه وتعالى لكن يجب علينا أن نقدم الدعوة إليها و نقدم لها هذا الزاد العظيم بل ننقذها من النار إذا استطعنا ذلك لكن هناك من تقول أخشى أني إذا أخذت الخادمة وديت إلى مكتب الدعوة والإرشاد التقت بخادمات أخرى يمكن تعود علي وهي ليست كما كانت سابقا يعني يمكن فهمتيني هذا الأمر أن أسمع الحقيقة ماذا كيف تردين على هذا الكثير المكتب يعاني من هذه المشكلة أن كثير تترددنا في الدعوة بسبب هذا لكن نحن نقول لهم أن الدعوة أنت لا تعلمين القيب لا تعلمين ما بداخلها فأنت تبذلين ما بيوسعك في الدعوة إلى الله و ما خفية من القيب فهو حسابه عند الله سبحانه وتعالى طيب في حلول يعني وضعت حلول لهذا الأمر يعني مثلا مثلا هل ممكن بدعوتها عن طريق التليفون يدد لدينا دعوة عن طريق التليفون نقدر دعية يكلم من هي عاملة لديها لا تريد إحضارها لكن نعاني من مشكلة ليس فقط أنها تدخل في دين الإسلام ولكن تعليمها أمور الإسلام قد تحتاج إلى التعليم هي تحتاج إلى الحضور إلى المكتب طيب ما فكرته كثير من هنا يطلبنا أن يكون الدعية عن طريق الهاتف لا تريد إحضارها لكن تعالي من مشكلة في تعليم الخادمة طيب ما في فكرة ما عشتها أستاذنا ذا ما عشتها سمعيني يعني هل في الإمكان مثلا إقامة برنامج تدريبي لهؤلاء السيدات اللي عندهم خادمات فهمتين يعني لو مثلا أعلنتوا كذا عن برنامج اللي عندها خادمة غير مسلمة تأتي للمكتب السيدة نفسها يعني الأم أو خلنا يقول الزوجة السيدة نفسها تأتي لتقدم له برنامج كيف تدعوها إلى الله عز وجل إذا هم مصر ما تبغى تجيبها يعني ويمكن إذا جاءت تختن عنها تجيبها نحن كثير من يأتي إلى المكتب للتبرعات نقدم لهم الكتيبات بأي جنسية نسألهم أي جنسية لديها خادمة ونقدم لها الكتيبات هدية ونقول لها ادعي العاملة التي عندك في البيت نحاول أن نفهمهم بهذا الأسلوب أنها تدعوها مهما كان فهي سوف تحجها في يوم من الأيام أنها يوم القيامة لم تدعني إلى الإسلام هذا الكلام هي بعضها تقول ما أدعوها عشان ما تتغير علي عشان ما تتأثر عملها أنا أستغرب الحقيقة كيف الإنسان يعني يبيع الآخرة بالدنيا يخير واحد يقول أنا أخاف أدعو العامل عندي إلى الإسلام يصوم رمضان بعدين يقل العمل في رمضان يعني تصور دنيوي بحث محظو يعني الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم من حمر النعم نعم طيب ألا ترين أن المكتب بالمناسبة أنا متحيز جدا للمكتب وأحب حب خاصي يعني مكتب الدعوة إرشاد في الأحساء يعني أنا أفخر أن عندنا في الأحساء هذا المكتب ولكن يقول أليس المكتب أن يقصر في قضية حملة مثلا على مستوى البيوت كيف تدعون الخادمات كيف تدعون العاملين أو أنا اللي أنا مقصر في معرفة أن هناك برنامج ولكني لم أعرفه لدينا برنامج أقمناه من بداية العام المنصر بزيارة المدارس جميل وتوعية القامحاضرات توعية من هم الطالبات بحسن المعاملة وكان من ضمن البرنامج توزيع الكتيبات والأشرطة في دعوة العاملات من قبل الفتيات من قبل الفتيات الصغيرات بتقديم هدية كتيب للخادمة تدعوها فيها للإسلام يا سلام يا سلام أنا أبحث عن هذه الأفكار الإبداعية كان هذا البرنامج من ضمن البرامج اللي طبقت هذا العام طيب تركت أثرا لقيته أثر الآن ولما بعد لدينا أثر كانت إذا سمحت لي في قصة طالبة أبلغ من العمر عشر سنوات أيوة هي من قامت بدعوة الخادمة وهي من قامت بتعليمها الصلاة والوضو يا سلام يا سلام لأحد الكفيلات قالت ابنتي هي من دعتها يا سلام سمعوا يا بنات بوح سمعوا كيف كيف الواحدة عشر سنوات ومع تحولت إلى داعية وأصبحت هذه الخادمة في ميزان حسناتها أنا أقول لكل واحد يسمعني إذا أسلم على يدك واحد قد تأتي يوم القيامة وأصبح هذا الواحد مدينة بلد ملايين لأن الله أعلم كيف يبارك الله في نسله ويكون هو السبب في هداية الآخرين طيب يا أستاذ معيش تانا وقت ضيق علي لكني أود أن تعطيني كيف المعاملة وأثر المعاملة لهداية هؤلاء الناس الذين يأتون إلى بلادنا ليعملوا بين أيدينا هذا ما كنت أريد أن تحدث عنه نعم الدعوة لابد بحسن المعاملة حسن المعاملة هو من يجذب كثير من العاملات في الدخول في دين الإسلام فهي من يدعو العاملة بحسن المعاملة مثل أي شيء يعني لو حددت بعض الجوانب مثل ابتسامة مثلا مثل أي شيء يعني بحسن المعاملة أن تكون العاملة كفرد من أفراد الأسرة أيوة تعامل كفرد هي تتعب لابد من راحة هي تحتاج من يلاطفها من يبتسم في وجهها من يقدم لها الهدية من يمسح عليها فهي في قربها حسنتي فتحتاج لهذا عندما تجد كثير من يأتون ويهتنقون لدينا الإسلام بسبب المعاملة ما شاء الله تقول ما وجدته من معاملة الكفيلة فحببني في دخول في هذا الدين والعكس صحيح وجدت عظمة في هذا الدين في حسن المعاملة هل وجدت العكس؟ يعني الواحدة تقول أنا ما أسلمت تأخر في الإسلام بسبب المعاملة السيئة التي تلقيتها من فلانا أو فلانا وجدنا والله الارتداد بسبب سوء المعاملة هذه رسالة قوية جدا ارتداد بسبب سوء المعاملة والله أمر مؤلم الحقيقي فمن تدخل في دين الإسلام وتجد من يسيء إليها من المسلمات طيب يا أستاذة ما هي آخر سؤال عشان ما نطيع عليك ما هي أكثر الجنسيات قبولا للدين وإقبالا عليه وأسهل في الدخول في الدين هناك الجنسية الفلبينية هي أكثر الجنسيات من اعتنقنا الدين الإسلامي وتليها الجنسية سرلنكية ثم الأثيوبية ثم النيبالية وآخيرا الهندية فيه يعني كذا جنسية صعبة صعبة تراهم إياها ويحتاج إلى نمط خاص من يعني بعد هذا كلهم كان فيه جنسية لأن لو عدينا هؤلاء يمكننا خمس جنسيات أنت تقولين عشر جنسيات ما هي الجنسية العاشرة التي تحتاج إلى جهد أكبر هم الأمريكيات البريطانيات التي أتون إلى تدريس في الجامعات أتوقع يمكن فيه سبب مهم جدا وهو أن اختلاف الثقافات بين هؤلاء وهؤلاء يمكن ذلك يحتاجون إلى جانب عقلي جانب علمي أكثر للدخول إليهم شكرا جزيلا أستاذ ندا عبد القادر وأهن الحقيقة الحسن كلها وأهن البلد كلها بهذا العمل الرائع جدا في القسم النسائي في مركز الدعوة والإرشاد في الأحسان شكرا لك الآن ننتقل إلى هذا الفيديو أيها الأحبة في الله من هو السعيد الذي امتلأ قلبه بالله من هو السعيد الذي إذا أمسى وأصبح ليس في قلبه غير الله جل جلال من هو السعيد الذي أسعده الله في نفسه فاطمأن قلبه بذكر الله ولهج لسانه بالثناء على الله من هو السعيد الذي أقر الله عينه بالطاعات وسره بالباقيات الصالحات من هو السعيد الذي أسعده الله في أهله وماله وولده فرأى قبة العين وحمد الله سبحانه وتعالى على القليل والكثير من هو السعيد الذي أسعده الله بين الناس فعاش طيب الذكر حسن السمعة لا يذكر إلا بخير ولا يعرف عنه إلا الخير من هو السعيد الذي إذا وقف على آخر أعتاب هذه الدنيا وقف بقلب ثابت ولسان ذاكر قد رضي عن الله فأرضاه الله من هو السعيد الذي إذا دنت ساعته وحانت قيامته تنزلت عليه ملائكة ربه تبشره بالروح والريحان والرحمة والغفران وأن الله راضي عنه غير غفع من هو السعيد الذي ختم له بخاتمة الشعداء فكان آخر ما نطق به من الدنيا لا إله إلا الله بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا أصول بهما كنا في الفيديو السابق من هو السعيد لخواطر متابعة واليوم نعود مرة ثانية لمحمد ونشوف الأخبار اللي عندها يا محمد فضل السلامة كالله بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ مع عنوين الأخبار احفظي القرآن بسهولة وسرعة من خلال المقرأة النسائية العالمية للتعليم وتثبيت حفظ القرآن الكريم دورة رونق العلم من الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم بالرياض والمؤسسة العالمية لإعمار والتنمية يقيم ملتقى الحج بالرياض وناصرات السنة مجموعة طوعية حملت على عاتقها نشر سنة المصطفى بعد عام حملت أغلى أيام العمر من بوح البنات تعود من جديد في ثوبها الثاني البهي الجديد بإذن الله التفاصيل نبدأ في البداية مع ملتقى عشر أقبلت من مؤسسة زهرات الغد والتفاصيل في التقرير التالي ترجمة نانسي قنقر أقل فضاء حولي ظلام دامس وهدوء مربك تأملت حالا منهم بجواري أمي أبي أخوتي وسديقاتي الكل في تيارات الزمن يدور وللحياة يسعى ويبحث عن رقد أوسع رفعت بصري إلى السماء أتأمل بديع خلق الله طيور محلقة كواكب متناثرة غيوم عالية والكثير رأيت شمسا قد أشرقت وضياءا أنار الأكوان سمعت صوتا لبى وكبر ونادى يا رحيم يا رحمن الله أكبر أكملت وأنا أتأمل ذا الكون الوسيع مررت بحديقة تحمل وردا وريحان جلست ومتكئة على كرسي ذا ألوان رأيت شيخا كبيرا ردد الله أكبر رأيت رجلا حكيمة يمسك بطفل بكل حنان ويردد معه بهدوء الله أكبر رأيت أمرأة وفتاة بحجاب الستر والرضوان رددوا بصوت منخفض الله أكبر أنتم الخط الله أكبر من كل شيء ولكن بدت أسمى الله أكبر في كل وقت ومكان وأكثر من أي زمان عشر أقبلت يا أحباب نتساءل دوما ماذا نفعل ماذا نعمل فلنتقدم والنعطي والنعمل لآخرتنا أكثر زهرات الغد زهرات الغد فائدة ومتعة تضمنا في ملتقاها ملتقى عشر أقبل يضم داعيات وبرامج مهمة ومتخصصة في عشر ذي الحجة هياك الله بيننا وسارعي ليونير قلبك في عشر أقبلت ونحلق معا للجنان بقلم نورة خلافي يا صاحبي أيق الفؤادك واستقم وارسم حياتك شعالة تضويه من نور زواي روح تقوى وهدى تعلي مقامك يا سعادة من غنم يا صاحبي أيق الفؤادك واستقم وارسم حياتك شعالة تضويه من نور زواي روح تقوى وهدى تعلي مقامك يا سعادة من غنم فاشدد يمينك وارتقي بتلوة تهدي فؤادك للضياء وللقمام زهراتنا حب إخاء وعطاء تسمو لنيل الجنان والنعم والنعم تبني إخاء وتنير الفضاء زهرات غد خطت يمينا للقمام ترقى لغيم وتردد للعلا فتيات خير شعالة في الأمم فتيات خير نابغات في القيم فتيات خير عاليات عاليات في الأمم موسيقى فضل المحمد عدنا مرة أخرى نشكر مؤسسة زهرات الغد على هذا الفيديو ونأمل من المؤسسات الأخرى تقوم بعمل تقرير مبسط عن فعالياتها لتقريبها أكثر إلى المشاهدة الخبر الثاني تعلن المقرأة النسائية العالمية لتعليم وتثبيت حفظ القرآن الكريم عن فتح المجال للتسجيل في مقرأتها أو في مقارئها المقرأة الهاتفية والمقرأة الالكترونية حيث تتميز هذه المقارئ بمنحك شهادة ختم المصحب كاملا وفرصة لتثبيت حفظك للقرآن ومنحك الراحة مع حفظ القرآن وأنت في بيتك أو وأنت في بيتك للتسجيل والاستفسار مدرسة دار التوفيق لتحفظ القرآن الكريم جوال رقم وضع للاستفسار 0538466024 ومواعد العمل الفترة الصباحية من 7.30 إلى 11.30 ومساء من الساعة الرابعة والنصف إلى الساعة الثامنة مساء خبرنا الثالث حيث يسر جمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض المركز الدائري الشمالي دعوتك للانضمام معهم بدورة رونق العلم كل خميس من الساعة السابعة والنصف إلى الثانية عشر بمكتب الإشراف طبعا هذا الفترة الصباحية بمركز النسائي في المنطقة الدائري الشمالي بحي المصيف بجانب معهد لولواء رميح ومن الأمور التي تتضمنها الدورة جانب العقيدة للدكتورة مضاوي الغيث وجانب التدبر مع الأستاذة أمل الحميضي وغيرها من الجوانب هناك حضانة للصغار للاستفسار من الساعة الرابعة إلى الخامسة من السبت إلى الثلاثة ورقم الجوال الموضوع لذلك 055-07-98268 خبرنا الرابع حيث اتدأ القسم النسائي بالمؤسسة العالمية للإعمار والتنمية منتقى الحج من يوم الأمس الأربعة واحد اثناش إلى أربعة اثناش وهو الموافق ليوم السبت وهو من الرابعة والنصف عصرا حتى العاشرة مساء برامج الفتيات والأطفال وعروض بروجيكتور ومبيعات متنوعة للاستفسار وضع الرقم 0500-246776 خبرنا الخامس من العالم الافتراضي حيث قامت مجموعة من الفتيات أسمينا أنفسهن بناصرات السنة بالبدء في مشروع نشر سنة الخيري البرية على المواقع الاجتماعية وعلى برامج التواصل الحديثة تقول إحداهن نحن مجموعة من الفتيات أحببنا تعريف العالم بأعظم رجل مشى على الأرض محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين بدأنا من برنامج الكاكاو ومن ثم الواتس أب ثم إنشائنا حسابا في تويتر وفيسبوك لأعمى النفع أكثر وتصل سيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل من يرتاد هذه المواقع الاجتماعية قمنا بنشر كتيب أكثر من ألف سنة في اليوم والليلة على شكل حلقات وكذلك يومي وسلسلة حلقات من كتاب الرحيق المختوم كما سيطلقنا سلسلتين الأربعين النووية والأحاديث القدسية في شهر محرم بإذن الله عز وجل حساب المجموعة على تويتر ناصرات 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 1433 وعلى الفيسبوك باسم ناصرات السنة خبرنا السادس والأخير من بنات بوح البنات حيث يعلن فريق برنامج بوح البنات عن حملة أغلى أيام العمر الجزء الثاني والتي ستنطلق بإذن الله يوم الأثنين القادم 6-12 وستستمر حتى يوم الأحد 13-12 بما شئت الله وذلك على صفحة البرنامج على الفيسبوك بوح البنات وحسابها على تويتر بي أو إتش واي 11 سيوضع هاشتاغ للحملة حملة أغلى أيام العمر للتفاعل من الحملة من خلاله ستتضمن الحملة على العديد من الزوايا منها قبل أن نبدأ وهمسة وصورة عن ألف كلمة وبوح البنات واستثمريها وداعية البوح مسابقة أغلى أيام العمر وستوضع لها جوائز قيمة بإذن الله بانتظار المتفاعلات والفائزات بالمسابقة تجدون التفاصيل في الصفحات بإذن الله تعالى المتنوعة والمعروفة لديكم على حسابنا على تويتر بوحي 11 وكذلك على الفيسبوك باسم بوح البنات وكذلك جوجل بلس برنامج بوح البنات وقناتنا على اليوتيوب برنامج بوح البنات ومنتدى وموقع البرنامج باسم كذلك بوح البنات وكذلك نسعد بخدمتكم من خلال ميل البرنامج بوحي 11 بوحي 11 at hotmail.com لاستقبال المشاركات المتنوعة في الحملة وغيرها وكذلك استقبال استشاراتكم النفسية والتربوية من خلال فريق برنامج بوح البنات الاستشارات المتخصص استشارتك ستكون في سرية تامة وستصلك في وقت قصير بإذن الله مدققة شرعيا ولغويا لفريق جمعة وأقيمة من أجلك أختي المشاهدة هذا ما لدي والمستشارات من البنات يرسلون أيضا على بوحي 11 أقوم بتعود إلى إيميلها مرة أخرى بسرية كاملة شكرا جزيلا يا محمد شكرا والآن ننتقل إلى فيديو لهدوء المطر بعنوان أيضا مع الله بكى كل شيء في أغاني لما سمعتك حشراجتي لما بكى شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة بنيتوا بطوبي تجاري بعمري سوءا أصول كعادة بناتنا تدفقنا علينا بمجموعة من الخواطر الجميلة جدا الخاصة بموضوع الحلقة وأنا أعتذر بعض البنات مثل ارتحان الماضي وغيرها من لي كثيرا ما يكونوا معنا دائما من خلال التصميم الجميل والكلمة الجميلة كذلك أن نتيح المجال لأخريات وسنضع كل ما جاءنا إن شاء الله على مواقع البرنامج المختلفة لكن سنأخذ شيئا من ذلك بنتنا فاطمة الحبسية تقول يا قلمي العزيز استعد لنعبر أنا وأنت نعبر عن حبنا عن العظيم الذي خلقنا يا قلمي أتعلم أن أول المخلوقات هو أنت تريد القلم طبعا ليس قلمها فكيف يا ترى ستساعدني لأن أعبر عن ذاك الحب الجياش الذي يستوطن أعماقي الذي لا يفارق قلبي لأنه الماء الذي يحيا به هذا القلب الفقير هيا يا حروفي لم لمي نفسك وخطي معي أحلى الكلمات والعبارات ولو أنك يا حروفي بسيطة وذليل أمام ذاك العظيم كيف لا أحبه وهو من أوجدني في هذه الحياة كيف لا أعبده وهو يراني ولا أراه ولكن حبي له لا يكفيه الحبر ولا الأوراق فحين أسقط وحين أيأس وحين أحزن أشعر بلطفه يسري في عروقي كالماء العذب دموعي قبل أن تسقط يحس بهذلك العظيم ويذكرني ويذكرني بأنه قريب مني فلا أحزن وكم من الأمان التي أتمناها أدعوه لتحقيقها ولازلت أدعوه لأنني أثق بأنه سيحققها لي ولن يخيم ظني أبدا حياتي بقربه مثل الهواء الذي أتنفسه لينبذ قلبي بحياة جديدة أما إن ابتعدت عنه أحس وكأنني مقطوعة من أصلي لا مأوى ولا ملجأ باختصار يا حروف إنني لو بدأت في الوصف فلن أنتهي أبدا وستنتهين أنت وسيجف حبر هذا القلم اليتيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الحق حين قالها فقلوبنا بذكره تعود لها الحياة وتشرق شمس آمالها من جديد فإن مر يوم كامل بلا ذكره فهذا القلب يموت 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 نعم يموت يا كلماتي يا عباراتي رددي معي أحبك يا الله أحبك يا الله فأنت المأوى الذي لا تبرأ مني والحبيب الوحيد الذي لا يتغير علي أبدا مهما كان الظروفي أنت يا ربي أملي الذي أحيى به وبدونك يا ربي أغرق في بحر اليائسين زهور الريف تقول عظيم الكربات محروم اللذات هزيل الذات يحيى دنياه حياة الأموات سرعته اللكمات والصدمات تصاحبها آهات ينوح فما لصوته صدى يتمزق فما لجرحه تمتد يد يد مداو مشفق ينسيه ما قد عانى فيجد الحزن رحل والجرح قد مات لكنه لو أدبر عن همه ظهرا وأقبل بقلبه على المولى سحرا لوجد الأنس والأمن والأمان عنده ويصبح بأفضل حال وقد انقشع همه والوجه تهلل واستضاء بنور ربه وهكذا يحيى حتى يلف بلحده لن وتنفس هواء إيمانك تأمل في نفسك ماضيك وحاضرك ومصيرك اخشع وأطلق ماء العين لتهطل بغزارة على نيران الآثام فتطفئها وتخمدها على نور الشوق إلى الله فيشعلها ويقويها وبها أحي ليلك متهجدا كبر ورتل اطمئن اركع واسجد فجر توسلاتك هل من المستغفر فأغفر له هنيئا لك تلبية دعوة من لا تقفل أبوابه الغفور الرحيم الكريم الجليل الذي يعطي بلا حدود أنفاس الدعوة تقول إحساس قلب يستيقظ على موعد للقاء مع الحبيب يقف لحبة صمت بعد أن حوته مشاعر فرح حين أبصر الكعبة لأول مرة يلثم الحجر وتنطق شفتاه بأعذب الذكر ويفوح من فيه عطر ابتهالات بخوف ورجاء يأتي من بعده شراح صدر وانحدار دمع يحكي قصة حب منذ الأزل لتعانق الروح لذة لن تجدها إلا بقربه قرب الحبيب دقائق ساعات تمر على عجل وقد شعر ببرد الطاعة ينسكب عليه يقلب البصر بين يدي جنبات البيت الحرام حتى حان الذي لابد منه وقد كاد القلب أن يتصدع وادع القلب بين أروقته ورحل ما بقي وما بقي في صدره إلا إحساس قلب مجد الأمة تقول حينما تجدون ضجيج الحياة قد أثقل مسامعكم ابتعدوا كثيرا واختبئوا حتى من صوت أنفاسكم واركنوا إلى زاوية ضيقة وكونوا تحت أركان العزلة المظلمة الموحشة المخيفة حينها رحلوا كل أحزانكم وهمومكم وردهة الزمن وأوقفوا وردهة الزمن وأوقفوا أنغام الحزن والعبارات البائسة فثمت نور يسطع من السماء وحبل طويل ينتظر قبضة أيديكم اقترب منه فبابه مفتوح لا يغلق اطلبيه اسأليه لا تترددي ابعثي بأحلامك بآمالك وأرسليها مغلفة بالثقة واليقين فسبحانه إذا أعطى أدهش فإلى القلوب الصالحة الطائعة التي تبتلى بالدعوات وتتمنى التوفيق والفرج وإلى القلوب المفرطة عودي عودي ما دمت تحملين روحا تستنشق طعم الحياة رموز الأمل تقول هل تأملت يوما في مضمون كلمة إنه الله إنه الله تعالى في قدرته إنه الله واسع الرحمة إنه الله بديع في مخلوقاته نعم عظيم أينما أمعن النظر في ملكوته شيد الجبال الرواسي على الأراضي القفار وزين السماوات بمصابيح ليس لها مظاهن خلق الإنسان وما أعظم خلقته كل معنى التفكر في هيئته خلق الحيوان فتعالى سبحانه في قدرته في صنعه فمنها القوي الذي تماد في قوته ومنها الضعيف الذي لحكمة أرادها الله أوجده خلق وخلق لا إله إلا هو سبحانه له الحمد وله الشكر حمدا كثيرا طيبا فهل جلسنا لحظة لحظة من التأمر والتفكر لنقول إنه الله سبحانه وتعالى الذي تجلى في ملكوته أسماء تقول إله خلق السماء بغير عمد فسبحانه من رب رحمته سبقت غضبه أعزنا بالإسلام ولذذ قلوبنا بالصلاة إليه وبارك في زكاة أموالنا وقوانا في صومنا وفي الأشهر الحرم حج تروم فيه النفوس رحمة ربها وترجو وتتغنى في دقائق عمرها بالذكر والقرآن ليزيدها ربها عزة ورفعا بناتنا ما شاء الله الليلة حقيقة تألقنا في كتابة هذه الكلمات الجميلة الرائعة يشعر الإنسان وهو يستمع إليها بروح تسري في داخلها روح ليست عادية أبدا روح عظيمة جدا ولا شك أن هذا هو الإبداع وننتظر المزيد المزيد ولا شك أن موضوعنا يستحق أكثر وأكثر أن نكتب فيه كما قالت لنا أحد فناتنا قبل قليل أكتبي كل ما يعن في قلبك وفي صدرك قوليه بكل سراحة أريد أن أودعكم بدون شك أننا في هذا اليوم المبارك ونحن قد أمضينا عدة أيام من أيام العشر المباركة ونستقبل هذه الأيام إلى يوم عرفة أوصيكم بأشياء مهمة جدا تلاوة القرآن بأن تصوم قدر ما تستطيع من هذه الأيام وخاصة يوم عرفة تذكر الله عز وجل كثيرا إذا استطعت أن تضحي فضحي فما أفضل في يوم العيد من أن يراق دم لله سبحانه وتعالى من دماء الأضاحي كل ذلك ينتظرك من الأجر والثواب ثم من الآن نقول عيدكم مبارك سيتوقف البرنامج بالطبع في الحلقة القادمة والتي تليها ونلتقي إن شاء الله بعد العيد بإذن الله عز وجل إلى ذلك الموعد أستودعكم الله تعالى وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمنيت دمعك لا مس خالبي لعلي أروي مما رغيت وأبقى لبوحك صندوق سر ومنك ابتدات وفيك انتهيت ولا طاق صدرك من علة شكوت لضاها ومنها اكتوني